السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيكم أنا محمد مصطفى عارف أن اتأخرت عليكم جدا الجلسة دي أخدت مني 17 يوم كامل لتصميمها الجلسة دي صممتها خصيصا بتقنية ساون دي ناين دي وهي الأولى عالميا لن تستمع لأي جلسة في العالم مثل هذه الجلسات التي أقدمها لك بشكل مجاني على القناة جلسة النهاردة هتخلصك من الرهاب الاجتماعي هتخلصك من ضعف الثقة بالنفس هتخلصك من التوتر وهتخلصك من القلق وهتخلصك من الاكتئاب وهتخلصك من الوسواس القهري وهتخلصك من كل المخاوف والفوبيا الموجودة بداخلك اللي ما بتقدرش من خلالها تعبر عن نفسك وما بتقدرش تواجه العالم اللي انت بتعيشه ومش قادر تنجح في حياتك لأن هذه معوقات تعيقك لتحقيق أهدافك الجلسة دي فيها مغامرات الجلسة دي فيها كلمة سر محدش هيعرف كلمة السر دي غير اللي هيستمع للجلسة للآخر ومستحيل تستفيد من الجلسة غير لما تسمعها وتكملها للآخر وتستمر عليها أقل مدة زمنية هي 15 يوم أقسم لك بالله إن الجلسة دي هتنعكس على واقعك بمجرد ما تفتح حينك سوف تشعر بالسعادة وتشعر بالفخر وتشعر بالثقة ده بخلاف المغامرات اللي انت هتعملها جوه بخلاف التحديات اللي انت هتنجح فيها عايزك توصل الجلسة دي خمس تلاف لايك واحنا نقدر نعملها ندخل تحدي فيها وعايزك تشارك على أوصع نطاق لإن فعلا اجتهدت جدا في الجلسة دي وبإذن الرحمن أنا أنوي الفترة الجاية أعمل لك جلسات في منطهر روعة وعلشان ما نأخرش عليك الجلسات يلا حط اللايك بتاعك وما تنساش تشاركها ورأيك في التعليقات مهم جدا وكتب في التعليقات كلمة سر الجلسة دي أشكركم ويلا بينا نبدأ مع بعض الجلسة ونشوف الأول القصر من الداخل ومن الخارج سوف يظهر أمامك الآن على الشاشة ودلوقتي استعد علشان هنبدأ مع بعض الرحلة اختار مكان يكون هادئ وضع الهند فري الآن في أذنك وهيا بنا للتجربة الأرواع على الإطلاق عاوزك تاخد دلوقتي شهيق من الأنف بقوة وخرج الزفير وخرج الزفير من الفم في أطول فترة زمنية ممكنة مرّة كمان شهيق من الأنف بقوة واجتم خمس عداد أخرج الزفير من الفم في أطول فترة زمنية ممكنة شهيق من الأنف بقوة واجتم خمس عداد واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ودلوقتي عاوزك تغمّد عينك رائعة في دلوقتي قدامك سلم السلم ده هتطلع عليه وبمجرد ما توصل لنهاية هذا السلم ستأتي طائرة هليكوبتر لتأخذك إلى مكان القصر الملعون الآن عايزك تاخد شهيق من الأنف بقوة وتكتم النفس عشر عداد وتخرج الزفير من الفم فأطول فترة زمنية ممكنة خذ الآن شهيق من الأنف بقوة رائع اكتم واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة خرج الزفير ببطء جديد جداً رائع عاوزك دلوقتي تطلع على هذا السلم ممتاز استنى مكانك بقى الطيارة الطيارة هتجي لك بعد شوية عاوزك دلوقتي تاخد كمان مرة شهيق من الأنف بقوة اكتم واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة خرج الزفير من الفم ببطء جديد جداً رائع أنا سامع صوت الطائرة رائع استعدي الآن لأنك سوف تذهب معي في الرحلة الأروع والأجمل على الإطلاق اركب الطائرة الآن رائع رائع والآن سوف نتجه إلى هذا القصر الملعوم أنت تطير الآن والظلام يحيط بك في كل مكان ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة علشان احنا وصلنا من مكان هتقفز من الطائرة وهتفتح البرجد وهتنزل في المكان المحدد اللي هقولك عليه استعد الآن يلا انت لسه قاعد افتح باب الطائرة الآن ما تخافش وجمد قلبك لان بمجرد ما تنزل على الارض هتواجه اصعب تجربة ممكن تشوفها في حياتك عايزك دلوقتي تاخد شهيك بقوة من الانف وهتكتم النفس خمس عداد وأول منطق رقم واحد هتقفز من الطائرة فورا اخذ الآن اخذ الآن شهيك من الانف بقوة اكتم خمسة أربعة مستعد تلاتة اثنين واحد والآن اكفز من الطائرة اتقفز اتقفز يلا استعد دلوقتي علشان هتفتح البراجد وهتسكت في الماء يلا افتح البراجد الآن برافو عليك يلا انزل في الماء وكمل سباحة لحد ما نروح عند الصخرة اللي هناك دي بسرعة بس بس في مركب قدامك هتا يلا اطلع من منا اطلع من مياه دلوقتي اطلع برافو يلا هالمركب قدامك هتا يلا روح اركبه يلا روح اركبه رائع شايف الجبل اللي هناك ده الجبل ده موجود تحتي الممر السري اللي المفروض ندخل جواه علشان ندخل جواه القصر يلا اتحرك بالمركب دلوقت منظر حواليك مخيف ظلام في ظلام عاوزك بس تركز على الجبل ممتاز جدف لا تخليش حاجة توقفك استنى استنى انا اسمعت صوت وقف وقف المركب ايه ده ده في حراس وقفين على الباب الخلفي من القصر من الواضح انهم عارفين ان حد جاي يلا يلا امشي يلا انا عايزك تجدف نحية اليمين شوية علشان محدش يشوفك بسرعة بسرعة ممتاز فاضل حاجات بسيطة ونوصل للجبل يلا جدف جدف ايوه بس بس سيب بقى المركب هنا يلا انزل انزل من المركب يلا دلوقتي عايزك تجري نحية الجبل مش عايز حراس القصر يغضب لهم منك يلا 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 اجري دلوقتي اجري بس ايه ده ايه ده اثبت هنا شايف الشجرة دي في جنبها سردهب سري عايزك تفتح السردهب ده وتنزل فيه بالراحة يلا يلا افتحه يلا يلا أنا سامع صوت وكأن حراس الأصر انتبه عايزك تجري في الممرضة بسرعة اجري اجري يلا مش عايزك تقف اجري اجري بس بس اقف هنا شايف الباب الكبير ده الباب ده موجود وراح كل ذكرياتك وملفاتك القديمة والملفات دي هي السبب في كل الخجل والخوف والرهاب الاجتماعي والملفات دي موجودة بداخل هذه الغرفة موجودة بداخل صندوق صندوق قديم وعلشان تقدر تحرق الملفات دي وتتخلص منها لازم الأول تمر على عدة اختبارات يلا دلوقت عاوزك تفتح الباب ده افتح باب الغرفة وادخل قبل ما حد ان الحراس يجي يلا يلا افتح الباب ممتاز يلا اقفل الباب تاني وراك بسرعة رائع الغرفة دي هي غرفة الماضي بها كل السلبيات وكل الملفات السيئة سوف نحرقها سويا ونتخلص منها إلى الأبد كل ما عليك الآن هو النجاح في هذا الاختبار استعد خذ شهيك من الأنف بقوة اجتم واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة اخرج الزفير من الفم في أطول فترة زمنية ممكنة رائع مر كمان شهيك بقوة من الأنف اجتم واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة زفير من الفم ببطء جديد جدا رائع والآن امامك صندوق وهذا الصندوق به مسدس وهذا المسدس بداخله ثلاث طلقات كل طلقة موجودة جوه المسدس هتضرب بهم هدف عندك ثلاث اهداف معلقين امامك على بعد عشر امتار الهدف الاول هو عبارة عن موقف حدث لك في الماضي يؤثر على حاضرك والهدف الثاني عادة سلبية في شخصيتك وتريد التخلص منها الى الابد والهدف الثالث هو شيء يعيقك من التقدم في الحياة وتريد التخلص منه ولكن في شرط واحد انك تتخلص من هذه الاهداف لكل نجاح في الحياة ضريبة ولازم تدفع هذه الضريبة الضريبة دي عبارة عن ان صوت الطلقات اللي هتضربها من المسدس سوف يستمع اليها الحراس ويأتون هنا في اقل من ستون ثانية فضروري جدا انك تنتهي من ضرب الثلاث اهداف وفتح الصندوق واغذ الماضي الخاص بك الماضي السلبي ونهرب به لكي نحركه ونتخلص منه الى الابد وكل هذا قبل ان يأتوا الى هنا الحراس ويمسكون بك والان اريدك ان تفتح هذا السندوق وتأخذ هذا المسدس وتقوم بتجهيزه الان يلا مد ايدك وافتحه رائع يلا خد المسدس ده وقم بتجهيزه الان برافو عليك والان انت جاهز لاطلاق النار على هذه الاهداف الثلاثة هنبدأ بأول هدف وهو موقف حدث لك في الماضي يؤثر على حاضرك الان هذا الهدف يظهر على شكل صورة كبيرة مصنعة من الزجاج وبمنتصف هذه الصورة توجد نقطة حمراء المطلوب منك هو التنشيل على هذه النقطة بالمنتصف والان استعد وقم بتوجيه فوهة هذا المسدس على منتصف هذه الصورة رائع والان خذ شهيك من الانف بقوة وعد خمس عدات وأول موصل لرقم خمسة سوف تطلق النار مباشرة وسوف تبدأ الستون ثانية بعد إطلاق أو الرصاصة والان خذ شهيك بقوة من الانف واكتم النفس اكتم واحد اتنين ثلاثة استعد أربعة خمسة والان اطلق النار برافو عليك ودلوقتي بسرعة ادخل على الهدف اللي بعده وهو التخلص من العادة السلبية التي تؤثر عليك اضرب النار دلوقتي برافو عليك يلا بسرعة الهدف التالت هتضربه وهو شيء يعيق من تحقيق أهدافك في الحياة يلا اطلق النار الان رائع برافو عليك يلا علشان انا سامع صوت الحراس شايف الحبل اللي قدامك ده عايزك تقفز وتمسك الحبل ده لمدة خمس ثواني اول معد الخمس ثواني واوصل لرقم واحد عايزك تنزل من على الحبل وتفتح السندوق اللي قدامك علشان ناخد الماضي ونجري من المكان ده قبل ما الحراس تيجي وتمسكك يلا دلوقت نط على الحبل اللي قدامك بسرعة بسرعة امامك فقط اربعين ثانية يلا برافو خمسة اربعة تلاتة اتنين واحد ممتاز فتحت الباب يلا دلوقت افتح السندوق افتح بسرعة رائع يلا بسرعة اخد الملفات اللي موجودة في السندوق دي ويتلع اجري من الباب ده بسرعة بسرعة رائع رائع عايزك تستنى هنا شايف السل من اللي قدامك ده هتطلع عليها علشان تدخل جوالقصر بسرعة ممتاز شايف الباب اللي قدامك ده فمجرد ما تفتحه هتكون داخل القصر علشان كده عايزك تركز في كل خطوة من خطواتك علشان نوصل للمكان اللي هنحرق فيه الملفات دي الملفات دي بتحمل كل الاشياء السلبية الموجودة في الماضي بتاعك هنحرقها وهتبقى انسان جديد من النهار ده يلا زق الباب اللي قدامك ده واو شايف القصر شكله عامل ازاي من جوه رائع جدا شايف الصندوق اللي تحت ده؟ الصندوق ده هو اللي المفروض نوصله في النهاية الصندوق ده هنلاقي جوال مفتاح اللي هيوصلنا للقاعة الكبيرة الموجود فيها الكنز دلوقتي عايزك تستعد علشان هندخل الممر اللي هناك ده علشان نوصل للغرفة اللي هنحرق فيها كل الملفات دي يلا الان اتحرك امشي يلا امشي شايف السلم الصغير في الناحية اللي على اليمين احنا هنطلع السلم ده علشان ماينفعش نمشي في الممر لحد من الحراس ينتبه هنطلع من السلم ده ونسحف من الاعلى وهنوصل لنهاية الممر وننزل من السلم ندخل داخل الغرفة علشان نحرق هذه الملفات يلا اتجه نحية السلم الآن يلا اطلع دلوقتي على السلم يلا اطلع دلوقتي عايزك تزحف ايوا ايوا انزل يلا ازحف برافو عليك يلا انزل على السلم ده يلا اطلع دلوقتي على السلم ده افتح الباب واوعى الباب يتقفل لان لو الباب يتقفل مش هتعرف تفتحه من جوه لازم الباب يتفتح من برا وهو ده سبيلك الوحيد للخروج خلي بالك اوعى الباب يتقفل عليك جوه يلا امشي علشان تفتح الباب يلا الباب قدامك هوا افتح الباب وخلي بالك اوعى يتقفل برافو عليك فيه في الوش سرير ملكي السرير ده جنبيه كوميدينو صغير افتح الكوميدينو ده الدرجة التالت هتلاقي فيه مفتاح المفتاح ده هو اللي هيشغل صندوق الاحتراق صندوق الاحتراق ده هو اللي هتحط فيه كل الملفات دي علشان تبدأ في الاحتراق وكل بقاياها تختفي الى الابد الان اتجه نحو هذا السرير وافتح الدرجة الثالث لتجد المفتاح الان يلا امشي دلوقت رائع يلا افتح الدرجة دلوقت يلا المفتاح قدامك هون خده دلوقت ممتاز والان افتح صندوق الاحتراق يلا افتح دلوقت برافو عليك والان هنبدأ بحرق كل الملفات ملف ملف وكل ملف هيتحرق قدام عينك بذكرياته وكل الاشياء السلبية المؤلمة والمواقف والاشياء التي تعيقك في الحياة سوف يتم حرقها امام عينيك الان والان سوف نبدأ بملف موقف حدث لك بالماضي ويؤثر على حاضرك سوف اعطيك ثلاثون ثانية تتخيل فيهم هذا الموقف قبل ان تحرق هذا الحدث وهذا الموقف الى الابد استحضره الان لكي تتخلص منه الى الابد والثلاثون ثانية تبدأ من الان اشتركوا في القناة برافو عليك والان انت جاهز لحرق هذا الملف الى الابد سوف اعد من واحد الى خمسة وعندما اصل الى رقم خمسة سوف تقذف هذا الملف بداخل صندوق الاحتراق واحد اتنين مستعد ثلاثة 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 اربعة خمسة تتخلص من شيء تتخلص من شيء كان مؤثر على حياتك بالكامل ثلاثة تخلصت منه الملف هو التخلص من عادة سلبية تؤثر على حياتك سوف تتخلص منها الى الابد والان سوف اعطيك ثلاثون ثانية لتقوم باستحضار هذه العادة قبل ان تتخلص منها الى الابد والثلاثون ثانية تبدأ من الان ترجمة نانسي قنقر برافو عليك والان قبل ان تلقيها في هذا الصندوق سوف اعد من خمسة الى واحد وعندما اصل الى رقم واحد اريدك ان تلقيها في صندوق الاحتراق خمسة اربعة مستعد ثلاثة اثنين واحد والان سوف تلقي بها في صندوق الاحتراق الى الابد اريدك ان تستمتع برؤيتها وهي تحترك الى الابد والان والان قد حان موعد الملف الثالث وهو وهو ترجمة نانسي قنقر ممتاز ممتاز والان سوف اقوم بالعد من واحد الى خمسة وعندما اصل الى رقم خمسة سوف تقوم بإلقاؤه في هذه النار وسوف يتم احراقه الى الابد واحد اثنان ثلاثة مستعد اربعة خمسة والان قم بإلقاؤه الى الابد مبروك عليك الان تم احراق الملفات الثلاثة الى الابد يمكنك اغلاق الصندوق الان رائع والان هيا اخرج من هذا الباب ايه ده ايه ده خلي بالك الحراس شافوك يلا يلا اجري اجري بسرعة اجري اخرج من الباب الى هناك ده بسرعة بسرعة يلا اطلع السلم ده بسرعة اطلع 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 فيه سيف قدامك فيه سيف استنى 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 امسك السيف ده يلا امسكه بسرعة رائع يلا كمل جاري بسرعة ايه ده اقف مكانك انت اتحصرتي من كل مكان وقدامك حارس شكله مخيف جدا جاهز سيفك بسرعة جاهز السيف ما تحاولش وسلم نفسك ارمي السيف على الارض حالا من الذي اتى بك الهنا وعلى ماذا تفتش في هذا القصر رد عليه وقل له انا هنا لكي اكتسب الثقة بالنفس واتخلص من جميع مخاوفي قل له انك هنا لكي تحصل على الكنز لتغير حياتك الان قل وبكل شجاعة انا هنا لكي اتحرر من كل مخاوفي هيا قل له هذا الان وكيف لي ان اصدق هذا الكلام وكل من جاءوا قبلك هنا قالوا نفس هذا الكلام وهم الان محبوسين بالداخل هل انت سوف تصبح واحد منهم ام لا وهذا ما سنكتشفه سويا انا الان سوف اقوم باختبارك لكي ارى هل انت صادق فيما تنوي ام لا واذا لم تكن صادق فيما تريد سوف تكون مصد هؤلاء سوف يكون بصيرك هذا الجحيم الى الابد ما الذي يفكر به هذا الرجل هذا الرجل غريب الاطوار ما الذي يفعله انه يفعل شيء غريب انه يقوم ببناء جسر وهذا الجسر يقوم باشعال النيران تحته وجميع الناس الموجودين في القصر يحضرون الان انهم يقفون امامك وفي كل مكان ما الذي ينويه هذا الرجلك الان اريدك ان تستعد وتستحضر كل نواياك على اكتساب الثقة بالنفس والتخلص من مخاوفك الى الابد ولكي تنجح في هذا الاختبار يجب عليك ان تكون صادق في نواياك الان استعد هي الناس دي بتبص لك كده ليه؟ غريبة هي الناس دي بتبص لك وتضحك ليه؟ اكيد فيه سر هم يضحكون عليك الان لانك لن تنجح في هذا الاختبار وسوف تصبح واحد منهم لا تشغل بالك بهم ولا تستمع لهم فقط استمع لصوتك الداخلي استمع لقلبك انه يقول لك انك شجاع وانك سوف تنجح في هذا الاختبار وسوف تحصل على هذا الكنز في النهاية والشاطر هو من يضحك في النهاية الان استعد لهذا الاختبار خذ الان شهيق بكوة من الانف واكتم خمس عداد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة اخرج الزفير الان كلمة السر هي الشاطر هو من يضحك في النهاية والان امامك هذا الجسر هذا الجسر به عدة اختبارات اول اختبار هو اختبار الوقوف بثقة ثاني اختبار هو النظرة بثقة ثالث اختبار هو الجلوس بثقة ورابع اختبار هو التحدث بثقة وخامث اختبار هو القاع القبرى وبها آلاف من البشر سوف يستمعون اليك واذا نلتأ عجاب الجميع سوف تحصل في النهاية على الكنز والان استعد هيا تحرك الان باتجاه هذا الجسر ولا تستمع لأي شخص لانهم سيحاولون احباطك وسوف ينظرون اليك نظرات ثاقبة وقوية وسوف يحاولون التنمر عليك وإحراجك وسوف يحاولون ان يقللوا من شأنك وكل ما عليك هو التركيز على الهدف الثقة بالنفس والقوة المطلقة والان هيا تحرك والان اطلع على هذا الجسر رائع مرسوم امامك على الارض الان دائرة لونها احمر اذهب اذهب وقف عليها لتبدأ الاختبار الاول هيا تحرك الان ممتاز قف هنا عليها الاختبار الاول هو الوقوف بثقة والان افرد ظهرك وقف معتدل وضم قدميك وانظر الى الامام رائع استشعر الطاقة بداخلك واجعل هذه الطاقة تنعكس على جسدك من الخارج قف بثبات وكأنك الان تتحدى هذا العالم رائع برافو عليك اثبت على هذه الوضعية خمس ثوان واحد اثنان ثلاث اربعة خمس برافو عليك والان ندخل للمرحلة الثانية وهي النظرة الواثقة اريدك ان تحافظ على جسدك كما هو واريدك ان تتحرك ببطء وتنظر الى كل شخص موجود في هذا المكان الان بثقة تامة وكأنك تتحداهم جميعا الان بنظرة عينيك ولغة جسدك الان اللغة الواثقة وانت تقف معتدل الظهر وتنظر الى الامام وداخل عينيك قوة جبارة والان تحرك بفخر وبثقة وانذر وانذر اليهم بتحدي وثقة هيا تحرك الان لا تتأثر بهم اصحكهم جميعا بنظراتك رائع افرد ظهرك اجعل عينيك نظرتها ثاقبة انظر الى الجميع برافو عليك تحرك بثقة وبيقيم ممتاز كلما تزداد ثقتك بنفسك سوف ينخفض صوتهم تدريجيا حتى تفوذ عليهم في النهاية برافو عليك بثقتك بنفسك قدرت انك تحول صوتهم المزعج الى همس ثم اختفى الى الابد والان هيا بنا لندخل الى المرحلة الثالثة والرابعة معا امامك الان كرسي هذا الكرسي يشبه كرسي الملك ظهره طويل جدا ولونه اسود عندما تجلس عليه اريدك ان تفرد ظهرك وان تضع قدميك الى الامام وتنظر بثقة وكبرياء وشموخ الملك لانك حقا تستحق كذلك واجعل هؤلاء الناس ان تنظر اليك وتتعجب ويتساءلون كيف وصلت الى هذه الثقة والان خذ شهيق من الانف بقوة اخرج الزفير اجلس اجلس على هذا الكرسي الان برافو عليك امامك الان ثلاثون ثانية اجلس في وضع فانك تخطيت كل هذه المسافة لتصل الى هنا بعد تحديات كثيرة قمت بفعلها لكي تصل الى هذا المكان وتأخذ هذا الكنز وبعد ان توصل هذه الرسالة اليهم سوف تنزل عليهم اللعنة وسوف يختفون من حياتك الى الابد وسيتم فتح باب القاعة الكبرى لترى الاف المنتظرين لتلقي عليهم اكبر واروع محاضرة سوف تلقيها في حياتك وتشرح فيها كل الصعاب والتحديات التي واجهتها في حياتك الان قم بإيصال الرسالة اليهم في ثلاثون ثانية والثلاثون ثانية تبت من الان اشتركوا في القناة واو باب القاعة تفتح الآن وقد حطت اللعنة عليهم جميعا وقد اختفوا الى الابد والآن هيا تحرك بكل ثقة الى القاعة القبرى لطرى الجمهور العظيم الذي ينتظرك الآن تحرك هيا والآن قد جاءت اللحظة التي ترفع بها رأسك الى الاعلى انت الان واثق من نفسك معتز بذاتك امشي مشيت ملك تحرك ببط وشموخ انت على بعد لحظات من الحدث الاعظم في حياتك امشي بثقة وشموخ وكبرياء انت الان امام باب القاعة توقف هنا امامك سلالم هذه السلالم بمجرد ان تصعد عليها سوف تقابل وجها الى وجه الجمهور الاعظم في حياتك كل هؤلاء الناس ينتظرونك وينتظرون بشغف وبشوق قصتك الملهمة للوصول الى هنا والوقوف على هذا المسرح والان استعد لتطلع على هذا السلم هعد من عشر الواحد بمجرد موصل لرقم واحد هتطلع على السلم لتقابل الجمهور الاعظم في الحياة عشرة تسعة تمانية سبعة ستة مستعد خمسة أربعة تلاتة واثق من نفسك اثنين واحد والان اطلع على هذا السلم بشموخ وثقة هيا تحرك الان رائع توقف هنا انت الان على المسرح الكبير خلف السطار وبمجرد ان نزيح هذا السطار ستقابل هذا الجمهور العظيم وجها الى وجه سوف اقوم بالعد الان من عشرة الى واحد وعندما اصل الى رقم واحد سوف ازيح هذا السطار عشرة تسعة مستعد تمانية سبعة ستة مستعد خمسة اربعة تلاتة اتنين واحد واو طعم النجاح رائع شايف نظرة عينك عاملة ازاي شايف ثقتك بنفسك عاملة ازاي شايف وضعية جسمك عاملة ازاي انت من اليوم قائد كل هؤلاء البشر جاءوا هنا ليستمعوا اليك من كل مكان في العالم كل ما عليك الان هو ان توقي عليهم الكلمة وتقول لهم كيف وصلت الى هذا النجاح والان خذ شهيق من الانف بقوة اكتم واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة اخرج الزفير من الفم والان امامك دقيقة كاملة لكي توصل لهم رسالتك ورسالة نجاحك وتحدياتك والان اريدك بكل قوة وكل ثقة وكل يقين وإيمان ان توصل رسالتك لكل هؤلاء البشر هم يأتون الى هنا منتظرينك من كل مكان في العالم يجب عليك ان تحكي معاناتك الصادقة ان تحكي آلامك ان تحكي كل شيء مر قد مر عليك في حياتك ونجاحك الان ان تتوثق امام الالاف من البشر امامك من الان دقيقة لتوصل رسالتك وقصة كفاحك وقصة نجاحك والدقيقة تبدأ من الان موسيقى 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 برافو عليك إنك قدرت تخلي آلاف من البشر سعداء سعداء لأجلك سعداء لثقتك بنفسك سعداء لتجربتك وكفاحك وإصرارك على النجاح أنا مبسوط جدا لأجلك والآن هيا بنا لتحصل على الكنز تحرك إلى الأمام وإنزل على هذا السلم يلا انزل على السلم دلوقتي برافو عليك كنز الأصر الملعون أمامك الآن داخل هذا الصندوق هيا تحرك لتفتح هذا الصندوق الآن موسيقى رائع لقد قمت الآن بفتح هذا الصندوق وبداخل هذا الصندوق يوجد الكنز وهذا الكنز عبارة عن كرة من الطاقة لونها أزرق هذه الكرة بمجرد أن تمسكها بين يديك سوف تبرمج عقلك على كل الأحداث الإيجابية في الحياة وأيضا سوف تجعل نواياك جميعها إيجابية والآن قم بمسك هذه الكرة بين يديك رائع لقد قمت بتفعيل القرى الآن وعقلك الآن أصبح يركز فقط على الأحداث والنوايا الإيجابية في الحياة سوف أقوم بالعد الآن من عشرة إلى واحد وعندما أصل إلى رقم واحد سوف تفتح عينيك وتعود للواقع بكل نشاط وإصرار وثقة وطاقة وحيوية عشرة تسعة تمانية سبعة ستة خمسة أربعة تلاتة اثنين واحد ودلوقتي تقدر تفتح عينك وتعود للواقع بكل نشاط وبكل حيوية اللي انت عملته بداخل هذه الجلسة أريدك أن تطبقه في الواقع أريدك أن تستشعر قيمة الثقة بالنفس في الحياة أريدك أن تواجه هذه الحياة بهذه الطاقة الجديدة وهذه الجلسة سوف تنعكس على الفور في حياتك ومن هذه اللحظة ومن اليوم جرب وشارك الجلسة دي مع غيرك ودعي لك من كل قلب أن ربنا يوفقك أنت أفضل مخلوق خلق الله سبحانه وتعالى على الأرض عيش باستمتاع عيش بحرية وقدر قيمة الحياة ترجمة نانسي قنقر